اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللي يوجد فيها القصر الملكي المغربي بسبب سواء وفاة صاحب الدجاجة او مرضه الذي يمنعه من نحر اضحية العيد هذه السنة ما رحبه سأله والله انه براس صدعتنا ما رحبه سأله والله اذا سنناقش هذا الموضوع بين الله تعالى ولكن قبل ذلك سنذهب الى بلاغ وزارة الدفاع الصحراوية ان كان قد صدر الى حدود هذه اللحظة هناك ايضا يعني الزيارة اللي قام بها اليوم المبعوث والاممي الى الصحراء الغربية استيفان ديمستورا الى الزريبة واللي كان من خلاله متوقع انه يزور المناطق المحتلة اذا يقول بلاغ وزارة الدفاع الصحراوية لهذا المساء تحت عدد خمسمية وستة وسبعين لا تنسوا مشاركة الرابط من فضلكم اذا يقول بلاغ وزارة الدفاع الصحراوية خمسمية وستة وسبعين بان مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد شن هجمات او قد شن هجمات مركزة ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربي المتواجدة بقطاع حوزة واشار البلاغ ان وحدات متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي الاماجد نفذت اليوم الاثنين هجمات مركزة استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي المتواجدة بمنطقتين الفيعيين والقصيبيين التابعة او التابعتين لقطاع حوزة كما ان مفارزا متقدمة من ضراغ مجيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق من يوم امس الاحد مستهدفة القوات الغازية المغربية بقطاعي حوزة والمحبس وبمناطق الاقتطيرة والاعقد وسبخة النشات هذه الهجمات يقول بلا وزارة الدفاع الصحراوية قد خلفت خسايا فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار في صفوف قوات الاحتلال المغربي اذا نفتح قوس بالنسبة لزيارة المبعوثي الاممي للصحراء الغربية استيفان ديمستورا اللي كانت يعني مقررة اليوم الى المناطق المحتلة واللي الغيت بتبرير غير واضح بتاتا من طرفي الامم المتحدة الى حدد الان لم يستر او لم ترشح معلومات عن سبب الغاء هذه الزيارة اللي كان من خلالها قد يلتقي استيفان ديمستورا عددا من الفعاليات الصحراوية الحقوقية اللي يعني تدافع عن استقلال الصحراء الغربية في المناطق المحتلة وفي نفس الوقت ايضا سيلتقي مع اذناب المخزن وسراريق المال العام ومزوري الانتخابات على اساس انهم ممثلي الصحراويين في المنطقة طبعا الرهان على هذه الزيارة والرهان على ديمستورا بشكل عام هو رهان خاسر جدا لان الامم المتحدة لم تفعل طيلة تقريبا حوالي 29 سنة من تواجدها في الصحراء الغربية وحوالي 30 سنة لم تفعل اي شيء بالنسبة للصحراويين لم تفعل اي شيء بالنسبة للاجئين الصحراويين لكنها فعلت الكثير بالنسبة للنظام الاحتلال المغربي اللي كان في فترة راحة طويلة جدا 30 سنة مرتاح يعني نظام الاحتلال المغربي يصرق على خاطر 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 كما يقولون بالدارجة المغربية نظام الاحتلال المغربي كان في فترة راحة طويلة استطاع من خلالها ان ينهب واسرق ويختلس ويزور ويسجن ويقتل كل من يخالفه الرأي بالنسبة لموضوع الصعراء الغربية طيلة 30 سنة الامم المتحدة او بعثة المنوص المتواجدة في المنطقة اللي تحمل هذه الصفة كانت يعني ولا زالت لحدود اليوم الداركي الذي يحمي الاحتلال المغربي واللي يسر له تجارته سواء على مستوى التجارة العادية او تجارة المخدرات على مستوى ثغرة القرقلات غير القانونية اذا لا رهانة ابدا على زيارة ستيفان ديمستورا وتم تلاحظوا يعني لانه هذا المبعوث الاممي كباقي المبعوثين الامميين السابقين حينما يؤينوا يبدأوا عملهم ولكن يبدأوا عملهم مع السلحفات او على ظهر السلحفات يصحفون مع السلحفات يقضون وقتهم مع السلحفات وقالوا المصريين موت يا حمار عزكم الله موت يا الشعب الصحراوي يموت يا اللاجئين وخلاه ومبعوث الاممي ومبعوث الاممي ورعي يجا ورعي يمشى ورعي يعدل ورعي كذا ورعي التقرير ورعي جلسة مجلس الامن الدولي ورعي الصلاعات سابق التقرير ورعي مسودة التقرير ورعي التقرير ويبقى الحال على ما هو عليه والسلحفات طبعا تتحرك السلحفات تقضي وقتها قاضة يعني وقتها الكافي جدا الى ان ينقرض الصحراويون واحد تلو الآخر لذلك لا رهانة أبدا على لو منه اتحدة ومنه يراهن عليها فهو يعني يطيع وقته الرهانة الان الاساسي عوى على جيش التحرير الشعبي الصحراوي حفظوه الله وعلى الصحراويين وعلى اللحمة الوطنية وعلى التجند جميعا يعني من كل من موقعه يعني ولا واحد منكم يبخى للدور اللي ممكن يلعبه شفتي لا افتحت فقط صفحة فيسبوكية وتحدثت فيها عن القضية الصحراوية فأنت تخدم القضية الصحراوية افتح حساب يخدم القضية الصحراوية بشيل توك توك وافتح حساب ودافع عن قضيتك اقتحي من نقاشات وناقش بأدب واحترام مقدم مجهة نظرك يعني لا تبخل على هاي القضية ولو بفيديو ممكن على انك تمتعد الفيديو اللي انت انسان بسيط اللي انسان يعني حتى لما كان عندك متابعين كثور عندك عصرة ولا عشرين ولا ثلاثين شخص ورانك تلحق الفكرة لان هذا الدور يعني دور هذه وسائل التواصل الاجتماعي مرحب السالة علي مولود هاي دور التواصل الاجتماعي مهم جدا يعني مهم جدا لا تبخلوا الدور اللي ممكن تأدوه ادخلوا لايفات المناضلين والمناضلات الصحراويات وادعموهم وشاركوهم ولحوهم في المجموعات الواتساب هاي مجموعات الواتساب اللي يظلوا فيها وحدين يتموا يردوا الاخبار يردوا الفايتات والجايات والاخرق عشي ما يردوش ما لعب تكلم عن القرن الوسيط وشي يقدم هدايا مجانية للعدوخ وشي يعني يمدخل المجرمين وسط هاي المجموعات الواتسابية يتموا ينقلوا الأضيوات ويمشوا يخدموا بهم على مستوى اليوتيوب ويردوا الفضل على هاركم ويكذبوا على شعب يكون ليخ هذه المجموعات الواتسابية على الأقل تعود يعني رافض من هاي الروافض اللي تساعد كل من يشتغل على هذه القضية أنه يلحق صوته نضلق هذا القاوس ونمشوا لموضوعنا هذه الليلة اللي هو من سيتكفل هذه السنة بنحر أضحية عيد أمير المؤمنين أمير المجرمين طبعا أمير المؤمنين في آخر الزمان نحن تقريبا على بعد أقل من أسبوع يعني من عيد الأضحى وإشكالية حقيقية يعيشها النظام الهلكي لأنه لأول مرة في تاريخي وخصوصا يعني في تاريخ صاحب الدجاجة هذا الأخير يعني لأول مرة يلقى نفسه أمام موقف محرج جدا هذا الموقف المحرج هو غياب أمير المحرج أمير المجرمين عن نحر أضحية العيد عبر التلفزيون تعرفوا عن التلفزيون بالنسبة في المغرب مهم جدا بالنسبة لتدويخ شعب الكلخ هذا شعب الكلخ الذي يعني يتمده حلفهم يعني يعتقد على أنه تحت إماراتي نظام محترم يعني التلفزيون أو المرور في التلفزيون المرور أمير المجرمين في التلفزيون حدث مهم جدا بالنسبة لشعب الكلخ بل هو حدث يعني لا يستغني عنه العياشة وحينما يغيب سيحزنون المساكين أنا أدعوكم إلى التضامن أدعوكم إلى التضامن مع هؤلاء العياشة تضامنوا معهم ارسلوا لهم طابق من الحم والله ارسلوا لهم الفراس والله ارسلوا لهم الرأس مشوط والله لأنهم يعني محتاجين هذه المرة هذه المرة يعني الحالة يعني صعب 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 عليهم جدا صعب جدا يعني كيف سيعتقل أو كيف سيتقبل العياش أن سيده الذي يعيش له صبح مساء وفي الليل والنهار وفي كل أسبوع وفي كل دقيقة وفي كل ثانية وفي المنام كيف سيتقبل أن لا يرى سيده وهو ينحر أضحية العيد هذه السنة صدمة كبيرة جدا الله سبحانه وتعالى كبير حقيقة الله إرادة الله سبحانه وتعالى وحكمة الله سبحانه وتعالى كبيرة جدا الموت طبعا يعني ما قالك كله حي سيموت الموت يعني لا يستعمل أحد أبدا في التشفيه لأنه الموت الناس كاملة يعني لا يتموت لكن المشكلة المشكلة هو على أن الفراعنة الفراعنة دائما يتم يعني يكبر عندهم منسوب الفرعونية اللي درجة أنهم يظنون أن حالهم لن يتبدل يظنون أن واقعهم لن يتبدل لكن بنظرة بسيطة جدا لما يجري داخل القصر وخصوصا يعني في السنوات القليلة الماضية وبحكم يعني العمل داخل التلفزيون كان يعني لما تعود ما تسمى بالأنشطة الملكية مشكلة يعني لما تعود العنشطة الملكية فأنت أمام عمل مضاعف أمام عمل مضاعف لأنك داخل هذه النشرة ستقدم نشرة داخل النشرة وتحدث فقط في الزريبة في المستوى العالمي تحدث فقط في الزريبة أي أنه تشاهد نشرة فيها ثلاثين دقيقة خاصة بالمليك وبعد ذلك تبدأ النشرة الثانية اللي خاصة بشعب الكوليخ وأحيانا يعني نشرة صاحب الدجاجة فيها ثلاثين دقيقة ونشرة شعب الكوليخ فيها خمسة عصر دقيقة أي أنه شعب الكوليخ لا يساوي أي شيء قدام الملك الذي يعتبر التلفزيون تلفزيونه تلفزيون تلفزيونه هو طبعا ما دام يستعبده البشر عارف عنه ويعني عنده شعب من العابد فحتى التلفزيون لماذا لا تكون من ضمن أيضا الممتلكات يعني ممتلكات خلصها أنت يا شعب الكليخ خلصها من جيبك يعني خلص الضريبة في كل سنة من جيبك حتى يتملكها صاحب الدجاجة ويفعل فيها ما يشاء يمرر فيها ما يشاء ويخصصها فقط له ولأنشطتي إذا كان عندنا مشكل كبير جدا لما تعود هناك أنشطة هلكية إذن لما تشاهد ما كان عليه الحال من تسعة وتسعين الفين الفين وواحد الفين وخمسة الفين وستة الفين وسبعة الفين وعصرة ما زال يعني الفين وحدعش كانت شوي الأنشطة مكثفة صاحب الدجاجة يدشن هنا صاحب الدجاجة يسافر هنا صاحب الدجاجة في جولة إفريقية وهذه كل جولات إفريقية لا يخطروا على بالكم كم تنفق عليهم من الأموال عليها من الأموال بالنسبة للتلفزيون تحدث عن التلفزيون يعني عنده رحلة فيها القابون وفيها السينيجال وفيها غينيا بيساو وفيها الكود ديفور مثلا فهناك واحدة لا يتمشي تسبق في السينيجال وواحدة عقبها تمشي للغينيا بيساو وواحدة تمشي للكود ديفور وواحدة تمشي كذا وشوفوا الإنفاق وراعلكم صاحب الدجاجة جاءت طائرة صاحب الدجاجة وراهم دشن شي وله جايب لهذاك شعب الكوليخ ولا شي فقط هو يسرح ويمرح ما شي يسرح ويمرح لماذا لا يسرح ولا يمرح على ظهار شعب الكوليخ الزيارة الملكية العلاقات الثنائية أرس دهار منعفه التقدم وتوقع الاتفاقيات استنجد غريق بغريق يعني إنفاق كبير جدا هذا الشي كامل تغير سبحان الله يعني مع الأيام وصيب صاحب الدجاجة وأسرته الصغيرة نتكلم عن أسرته الصغيرة بعدها نجيكم القضية العيد أسرته الصغيرة سبحان الله ما يفعل ما يفعل بالمعاردين ما يفعل بالمعاردين ما يفعل بمعارده ماذا يفعل بمعارده معاردوه دائما ضحايا انتقام يبدأ هذا الانتقام والله ينتهي بعض المرات داخل الأسرة الصغيرة المعاردون عادة يفجلون لهم أسرهم الصغيرة عادة يعني يخلق لهم مشاكل داخل الأسرة الصغيرة لما تجرب لمخابرات عسرين ألف وسيلة مع المعارد وتفشل وتفشل تلجأ إلى ماذا تلجأ إلى أسرته الصغيرة فتفجرها تخلق مشاكل يعني لا تخطروا على بالكم وطبعا الذي لا يعي لا يعي بهذه المكائد والدسايس لأنهم مخابرات مخابرات لا يجيك بشكل مباشر مخابرات لا يجيك بشكل مباشر يجيك بعسرين ألف طريقة هو وسيلة ويجيك يعني بطريقة غير مباشرة والله الأشخاص اللي قريب منك يستهدفونهم بطريقة غير مباشرة واللي ما هو واعي واللي ما هو فاهم اللعبة يمشي مع الواد لكن انظروا أن الله سبحانه وتعالى ماذا فعل بصاحب الدجاجة صاحب الدجاجة النهار اللي بغي يتعرص أو النهار اللي بغي يتزوج من يعي به عشر من سنة أنا ما أعتقد يعني كان هلفين وثلاثة والله النهار اللي بغي يتزوج شكالكم الاحتفالات والاستدعاءات والاقصار يعني فيها أمة محمد صلى الله عليه وسلم والتلفزيون عبأ لذلك ارعي لالله سلمة تعالي لالله سلمة اتصوري لالله سلمة راعيها معاه لالله سلمة البرطري على لالله سلمة انها مهندسة وكذا وكذا استدعاء القنوات الدولية باش ينصروا هذا العرس أو هذا العرس هذا الشيء كامل إلى ما إلى ماذا انتهى يعني إلى ماذا انتهى قيل بأنه يعني أنجب وليا للعهد بعد ذلك أنجب لالتهم خديجة بعد ذلك يعني كان كان في كل مرة يصور لكم يعني حفل نهاية السنة الدراسية يصور مع أولاد يلتقط معهم صور وهو الذي ينتقم من المعارضين عن طريق أطفالهم هو الذي ينتقم من المعارضين عن طريق أطفالهم وأبنائهم يعني انتهى صاحب الدجاجة إلى الواقع الذي كان يضع فيه معارضي فشتت الله شملة تعرف ملك من شتت الله شملة ملك شتت الله شملة الملك عنده كل شي عنده الإمكانيات عنده الإدارات عنده كل شي تحت سلطة يعني ممكن على أنه يصلح ياسر من الأمور المرتبطة بأسراته الصغيرة بالسلطات اللي عنده شكل قد يعارض الملك مثلا هل هناك زوجة ملك قد تعارض الملك في الزريبة بعد مثلا تكلموا على الزريبة هل هناك حرام الملك يمكن أن تعارض الملك في الزريبة باش يعطيه يعطيه الدرس وأن يوجه له نفس ما كان يفعله بالمعارضين وهو تفجير أسرهم الصغيرة ففجر الله أسرته الصغيرة وشتت الله شملة فعاد بلا زوجة وراكم عارفين يعني بمن تزوج بعد ذلك راكم عارفين الملك في المغرب اللي اسأله كم مليون عياشية تريد أن تتزوج بالملك اسأله اسأله عدلوا استفتاء وقالوا كم من عياشية وكم من مفقرة وكم من وكم 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 تريد أن تتزوج بالملك ولكن الله سبحانه وتعالى شتت شمله حتى يعطي به المثال على أنه ما تفعل بالناس يفعله بك الله سبحانه وتعالى نفس اللي تفعل في أولاد الناس وبنات الناس يفعل الله سبحانه وتعالى فيك بطريقتنا وبأخرى أين هم دركك أين هم دوليسك أين هم إداراتك أين هو جيشك أين هم مخابراتك أين هم مؤسساتك أين هم أصدقاؤك في العالم أين هو قضاؤك قضاء الزريب أين أين وأين 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 حتى يصلح حالك أين أين هذا الشيكامل هذا الملكوت وهذا يعني هذا هذا تبارك الله المؤسسات ودولة الحق والقانون والسلطات والمقدسات وأنا يعني لا يستطيع حد لا يمكن أحد أنه يشير لي حتى بالأصبع أين كل ذلك حتى يصلح حالك أنت حتى يزعل لك زوجة وأطفال يعني كيف كيف الناس شتت الله شملك ففرط ففرط حرامك عنك وبعد ذلك عادت علاقتك مع أولادك نفس الطريقة اللي تفعل مع المعارضين نفسه تماما تماما حتى أنت كذلك ابتليت بما بما كنت تفعل بالمعارضين يعني تكبط واحد ترسله للحبس وتخلي ولداته وراه بالله عليك ماذا كنت تربح بالله عليك أنت ماذا كنت تربح من أنك ترسل واحد شخص ترسله للحبس وتخلي ولداته صغيرين وراه يتامم عندهم مدخول ما عندهم كرة ما عندهم غو ما عندهم قفة ما عندهم زوج زي أمهم يعني لا ت من يلا يتمشي هاي الأم من يه بالله عليك ماذا تربح أنت وترسل واحد للحبس جالس في الحبس مش ننتهمت هذا الشخص ونتقد الملك انتقد الملك هذا الشخص سرق الملايار لا لا ما سرق الملايار هذا الشخص نهب شي ميزانية لا لا هذا ما نهب الميزانية هذا شنو عميل شي دولة أجنبية لا لا هذا ليس عميلا لدولة أجنبية ما إذن ما تهمته وتهمته أنه انتقد الملك والملك قد أوعزها إلى وزير العدل آنذاك لعدل مصطفى الرميد أنه لا يتابع معارضين ويسامحهم ولكنه في نفس الوقت يعني يرسلهم يعني يرسلهم إلى الحبس كذلك معادلة غريبة جدا يعني أن الملك يعفو على المعارضين في الفيسبوك نعم في الفيسبوك وفي مواقع في الصحافة يعفو عنهم حسب الرميد ولكنه في الواقع يرسلهم للحبس يرسلهم الفرقة الوطنية تعتقلهم ملكا سكيطة رأي أولاده ملكا سكيطة ما عنده أولاد ما عنده أولاد شربحت اليوم من سجني شربحت من سجن بودوح شربحت من سجن سعيد العالم شربحت من سجن معتقليك ديميزي شربحت من سجن كل الصحراويين اللي ينادون بالاستقلال شربحت شربحت من سجن فلان بن فلان وفلان 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 يعني لا تفكر لا في أسرته ولا في أمه ولا في بوه ولا في أخوته ولا في مستقبله ولا في نفسيته ولا في شي فقط ترضي يعني الهوس اللي فيك إلى السادية إلى التلذذ بمعاناة الله بمعاناة الناس فماذا فعل بك الله سبحانه وتعالى عذبك من حيث لا تعتقد عذبك من حيث لا تعتقد ومن حيث لا تتوقع فجر أسرتك وفصلك مع أولادك بعد ذلك أدخلك في جحيم الأمراض جحيم الأمراض من مرض للمرض من مأساة لمأساة واختفى نجمك يعني ذلك النجم اللي كنت لكم أنا في 2010 و2008 وتسعة وتسعين والتلفزيون وكذا أفل هذا النجم وتم يختفي 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 ويكذب علينا العياشة إن ملكنا نبي خير وعلى خير وهل سيظهر سيدكم اليوم وهو ينحر هذه الأضحية تلك الأضحية اللي ياسر من الناس ما عارف يعني كم قيمتها نعم نعم 700 مليون 700 مليون اللي راقص إيلا بلاد السيبة إيلا بلاد الزريبة هذا العبد الضعيف هو صاحب هذا الخبر 700 مليون سنتيم يجي واحدة من معنونين جايبتها المخابرات الميارجان قال لك الميارجان الداخل المحتلة خاصة للميارجانات الداخل المحتلة خاصة الواد الحار الداخل المحتلة خاصة الديمقراطية الداخل المحتلة خاصة الأمن الداخل المحتلة خاصة الازدهار غير جابوا لها راقي ستدي 700 مليون سنتيم وترجع لأن الذي يحكم في الزريبة هو المخزن إذن كما قلنا أنه هاي الوضحية اللي كنا نشاهدها في التليفزيون وضحية نشوفكم الفيديو لأنه مهم نفهم هذا الشيء اللي أصلا فقد فقد شو تلعبان مشي بصحته بيالك بصحته مم شو بصحته بصحته بسركت الملعة شو تلعب يالك نبدأ من المغرب أدى أمير المؤمنين الملك محمد السادس مرفوقا بالولية لعهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد صباح اليوم الأربعاء بالإقامة الملكية بفاس صلاة عيد الأطحى المبارك واحتراما للتدابير الصحي المتخذة لحد من تشارج أحد كورونا أبا الملك إلا أن يؤدي صلاة العيد بدون خطبة كسائر أفراد الشعب المغربي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا تزال اللذي يصل الوصيد عدت فش يقولوا هاي ده الي يصلي بأمير المجرمين آه الله أكبر آه الله أكبر وما معنى آه الله أكبر سؤال هذا سؤال السنكاري وبعدهم ذهبا إلى أنه شرك نوع من الشرك آه الله أكبر يا كلباس مارك خارط الشرقي أعطوني شي متقاد في هايك الزريبة أعطوني أمر واحد متقاد في هايك الزريبة أمر واحد تحياتي عبد الرعز أعطوني شي مسلا متقاد وتنقال يعني بطريقة ذيكية واضحة أعطوني ما هي خالقة حتى حتى الصلاة آه الله أكبر بس أنه ينماشي وشريف كلا بأس عفو قطع لك الفران والله شلو يعني ما كين ولا يعني يعني ما كين ولا حد ولا حد ولا ولا حد يصلي يصلي ب صلاة صلاة متوازنة والله ينتقل يا الله سمع سمع يؤدي صلاة العيد بدون خطبة كسائر أفراد الشعب المغربي الله أكبر نص نهار نص نهار حتى الصلاح أمير المؤمنين نعم أمير المؤمنين أماكم عندما أمير المؤمنين عندكم أنتما الشك بأنه في أمير المؤمنين عندكم الشك شكينتما بأنه هذا أمير المؤمنين ولكن في آخر الزمن أمير المؤمنين اللي اللي تناقش معاه الحبس أمير المؤمنين في آخر الزمان ما هو ذاك أمير المؤمنين اللي تعرفه عمر بن خطاب لا 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 هذا أمير المؤمنين ثانية هذا أمير المؤمنين الثاني هذا يعني آخر الزمان اللي تكلم عنه الحبس اللي شعر الحبس اللي ما يسرق معاه الحبس اللي يسرق معاه الترقية رقاصة رقاصة الويسان الريمسان ويسام الشرف ويسام الشرف الرقاصة في الزريبة عند أمين المؤمنين ويسام الشرف من درجة من درجة ضابط من درجة رقاصة شوفوا هذا المشهد هذا المشهد هذا هو المشهد اللي لا يغيب عن العياشة هذه السنة شوفوا بس نصرح لكم هون شوفوا شوفوا كم من واحد شوفوا كم من واحد حاولوا تشاركوا الرابط مفضلكم ولا تنسوا اللي لايك من فضلكم شوفوا كم من واحد رهي يعاون أمين المؤمنين باش يذبح عيده ثم كاملين اللي منكم يعني اللي يعرف يذبح ويسلخ كم خاصة من واحد يذبح معه واحد اثنين بعد المرات ثلاثة ثلاثة ممكن يعود ثلاثة واحد يسكن قرعين قداميات واحد يسكن قرعين اللورانيات واحد يخنق الدم وتوفوا شوفوا كم شوفوا أمين المؤمنين أمين المؤمنين طبعا هذور موظفين هذور يتخلصوا من يتخلصوا من ملعا هذا هذا شوفوا كم من واحد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عصر شوفتهم كم من واحد عصر 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 خلذوا كل وراء خلذوا كل أحد شوفوها دعش واحد دعش اثناش عصر بش يسكنوا معه العيد عصر عصر أمين المؤمنين نعم أمين المؤمنين في المملكة الشريفة الله يخلكم آه في المملكة الشريفة ما ينفرصك أنت المملكة الشريفة ماكعارمين كين المملكة الشريفة قلقك لعنها ثلاثة عصر قبل من الحضارة ماكو مصدق حفوة شوفوا كم من واحد حسبوهم حسبوهم هم تحرقون تشوفوا كم من واحد واحد اثنين ثلاثة عربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عصرة وهو مسكن الموس وطبعا باش ماي اميل المؤمنين مايوسخ لباسه مع دليلو هاذ الساتر الابيض من هو منكم اللي تكلم عن الناس البوسطة من هو اللي جي بزارة بيض والله كذا اغرني غير بها يعني اميل المؤمنين اللي يقول لك أنا من الشعب ومع الشعب وتألم للشعب شعبي العزيز هو نفسه لا ينتمي للشعب ما وقد يذبح حتى 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 عيده ما وقد يذبحه وعده ولكن التعنقر في التلفزيون تبارك الله التنفخ في التلفزيون تبارك الله التعنقر على الفقراء والكادحين تبارك الله ارسال الناس للحبس حدث ولا حرج ولكن لكن شين قالوا شين قالوا التواضع شين قالوا النزول الى ارض الواقع وشين قالوا التحلي بما كان لعمر بن الخطاب من صفات مادم الانسان قال لك أنا هو من المؤمنين فالله يجيب الله يجيب شوفوا هوا أمير المؤمنين سيد وذلك قام أمير المؤمنين الملك محمد السادس بنحر أضحية العيد اقتداءا بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام في بقى صلى الله عليه وسلم هذي قام اسمعتنا الجد جده 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 من الرسول صلى الله عليه وسلم يا سلم مو جده الرسول صلى الله عليه وسلم من منين من منين اقتداءا بسنة اقتداءا باش عليه أزكى الصلاة والسلام اقتداءا بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم جده صلى الله عليه وسلم يا سلام سبحان الله لذلك يشبهه في العمل نعم يشبهه في العمل متشابهان في العمل دائما صاحب الدجاجة لا ينامي إلا حينما يتفقد الرعي قاتد سمعتوا انتم هالماليك رقد سابق ما يتفقد الرعي قاتد شفتوا الماليك خلى الشعب جعا قاتد شفتوا الماليك استجار بي أحد فلم يجير قاتد شفتوا الماليك انتم ها سرق شي أرض والله احتل الأرض قاتد سمعتوا انتم هالماليك استرق شي شي ميزاني قاتد سمعتوا انتم هالماليك عنده حسابات في الطاناما واسرق قاتد سمعتوا انتم هالماليك بأنه استرق قاصر في شونزيليزي بثمانين مليون أورو قاتد سمعتوا هانتم جدوه جدوه تعرفش كم بينك انتم مع جدوه الرسول صلى الله عليه وسلم بريء منك الرسول صلى الله عليه وسلم بريء منك الرسول صلى الله عليه وسلم ما يرسل الناس للحبس ظهر من وعدوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يأكل أموالي الشعب الرسول صلى الله عليه وسلم ما يتعدى على الناس الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحتل أراضي الناس الرسول صلى الله عليه وسلم ما يبكر ثروات الصحراويين كل نهار الرسول صلى الله عليه وسلم ما يرسل الخوان والمجرمين يمثلوه في السفارات وفي المؤسسات الدولية الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعبدوه البشهر أنت رأي عبدوك البشهر أنت عندك هذا العبيد فهذه كلها عياشة عدوية عبدوك استغفو الله عن المقامة لا عفوهما الله سبحانه وتعالى عفوك الله أنت تأ يوجد أن قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه هذا الكبش هذا الكبش هذا هذا الكبش انظروا إلى هذا الكبش عين نشوفوا صورة مقربة له هذي كل البون دقاء مع الأسف هذا الكبش تعفو كمية سواء هذا الكبش هذا الكبش لا يقعد على الأقل شي تقريبا لا تقريبا شي أسر الله فورو هيا هيا أسر الله فورو لا يقعد عنده طبيب خاص وعنده أكل خاص وعنده الدوش يدوش له وعنده الحلاق يحلق له وعنده الحناية تحنيه هذا نقول لكم هو ثابت كبشو الملك كبش أمير المؤمنين يسولا من عند عصر عصر الله فورو وما فورو وعنده الطبيب وعنده الأكل الخاص وعنده الحلاقة وعنده الدوش وكبش أمير المؤمنين من ينذبح من ينذبح ما وحنا كيف نحنا كاملين هذو اللي نذبحه 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 العيد حانويلين يموت ونغسله وكذا نغسله المذبح لا 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 هو ما يغسل المذبح لا ولا هو ما يغسل المذبح هو لو كان تمنى ما يذبح أصلا لأن هذا الكبش بمجرد أن يذبح نين ينذبح عنده جيب خاصة بي عنده سيارة خاصة بي أحده الملك أحده أمير المؤمنين أمير المجرمين طبعا أو بمجرد ذبح ترتفد هايك الأضحية وتندارف هذك السيارة ويمشي الكبش دمه ساي وهو مزال حي أمير المؤمنين علامة تخلو هلين يموت يكذبحته على القبلة علامة تخلو هليني توف هلين يموت هل يجوز نقل هاي الأضحية هو يدم مسائل وشوفني يقبض الله روحها في الطريق والله في باب الرواح والله من عامنين والله في شي شي دار والله وهي ليست على القبلة أنا من يعرف أنا ما نجد نفتي في هذا الموضوع ولكن على الأقل الملاحظات هذا المرة يتقدمون مولاك مرشيد والله مولاك مرشيد لا يتقدمون هو اللي يذبح مشكلة إلا قدمتوه يذبح معناه على أنه هو ملك المغرب المقبل إلا قدمتو الفارطوط هذاك الصغير حتى هو لا يتقلوا للشعب لأنه هذا هو الملك المقبل لأنه صاحب الدجاجة يمشى ما جيتو تقدموا لهم مولاك مرشيد رشيد ولا ولا وليل عهد مشكلة قدموه بو زعيتر حاك زعيتر حاك لهذا فإنه لأول مرة القصر في ورطة حقيقية في ورطة حقيقية لأنها تخفي أو محاولة لإخفاء واقع موجود داخل القصر وهذا الواقع سبحان الله يعني جاء مجموعة جاء عبر مجموعة من التجليات هذه التجليات كأنها تمهيد للتغيير في المغرب المغرب جاي التغيير جاي التغيير أرى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى بالغ أمرها أرى الله لابد من التغيير في هيك الزريبة لابد من التغيير حتمي 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 حتم تغيير جاي جاي وجاي ما هو لي أنه الملك بغي بغي التغيير لا 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 كان ممكن فقط من الأوقات أنه الملكية نفسها تتجدد ولا تبدل نفسها ولا تبدل تصرفاتها ولا تبدل سلوكاتها ولا تخلى من الصلاحيات وتعيش مع الشعب ولكنها اختارت أن تتمسك بالفرعونية ولكن الله سبحانه وتعالى قضعت على كل تلك الفرعونية بالمناسبة في كل عيد أضحى صاحب الدجاجة يقدم هدايا لمن؟ يقدم هدايا للوزراء وهي مجموعة من الأضاحي للوزراء محتاجين مساكيني محتاجين ما عندهم شيء مساكيني باش لا يعيدون الوزراء في نظركم بالله عليكم باش لا يعيدوا الوزراء باش بغيت أنتم تخلوا وزير يطلب بغيت وزير يطلب لا لان وفي كل مرة صاحب الدجاجة يهيب أضاحي العيد للوزراء لسامي المسؤولين الياسر من مسؤولي الدرك ياسر من مسؤولي البوليس ياسر من مسؤولي المخابرات ياسر من قوات مسؤولي القوات المساعدة وكذلك شكون ما يسمى بالفريق الملكي للتلفزة المغربية هذا الفريق مساكين ما عنده ما عنده والو مساكين يرأسه محمد الداودي زوجه الحاج البارودي مساكين ما عنده ما عنده شيء مساكين ما عنده زوجه فيه الصدقة فقير فقير ما عنده بش يتعشه محتاج محتاج لكبش العيد حاج البارودي حتى يمسكين ما عنده بش يتعشه تخلص يا الله خمسين الفدرهم أو الله كذو خمسين الفدرهم في اسمه في الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري كذو خمسين الفدرهم شيري بيها العيد شيري بيها الباس العيد خلص بيها الكرة فيقع ما هي كارية أصلا مدير فريق المالك اللي هو زوجه حتى هو مساكين ما عنده بش يتعشه لذلك فإنه لا يمشوا كاملين قبل أسبوع من عيد الأضحى ويعودوا بشاوارك وسيتجمعون قدام القاصر الهلاكي فسلة وستأتي الشاحنات المهدات من صاحب الدجاجة باش كلها يدي وضحيته والفقراء والكادحين مساكينين لهم الله لهم الله فهم رعايا واختاروا أن يكونوا على هذا الحال واختاروا أن يشاهدوا هذا الحال ولا يتفعلوا معه ولا يطلبون التغيير فخلاهم الله سبحانه وتعالى في هذه الوضعية الله في هذه الوضعية إلى أن يأذن الله بغير ذلك شكرا جزيلا لكم على المتابعة تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا جزيلا لكم